أحبة الكرام من قسى قلبه وسفك الدماء وذبح الخلق فوالله الذي لا إله غيره ما هو إلا ظالم ممتدع خرج عن دائرة الإسلام وما فعل هذه الأفاعيل إلا لأنه قاسي القلب فاسق في أعماله خارج عن الطريق المستقيم والدليل على ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فبسبب فسق قلوبهم قست فقتلوا وسفكوا ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة هؤلاء هم الذين خرجوا في زماننا هذا وقد خرج أسلافهم من قبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ومن قبله على بثمان فهذا ذي الخويسرة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم حنين فقال يا محمد شوف كيف الكلمة العظيمة لا يقول ما يقول يا رسول الله يا نبي الله وإنما يقول يا محمد اعدل فإنك لم تعدل يرى نفسه بأنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم من العدل ما لا يعلمه النبي بأبيه ومي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب صلى الله عليه وسلم وقال ويلك إن لم أعدل فمن يعدل إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعدل فمن الذي يعدل إنما أعدل فمن يعدل وفي زمن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه خرجوا عليه وقتلوا وقتلوا الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستحلوا دماءهم وأموالهم بل أنهم من شدة نسأل الله العافية والسلام خروجهم عن دائرة الإسلام وجدوا الصحابية الجليل عبد الله بن خباب بن الأرض رضي الله عنه وأرضاه وهو يسير ومعه زوجه يسوق بها وهي على حمار وهي حامل فقالوا من أنت؟ قال عبد الله بن خباب بن الأرض قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم قالوا حدثنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون من بعد فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي فقالوا ما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى عليهم بالخير الذي يعلمه قالوا وعثمان في أول خلافته وآخر خلافته فأثنى عليه خيرا قالوا وعلي قبل التحكيم وبعد التحكيم فأثنى عليه خيرا قالوا والله ما أنت إلا متبع للهوى ما أنت إلا متبع للهوى والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا قبلك ثم أخذوه وذبحوه بالسكين كما تذبح الشهر ثم قدموا إلى زوجتي ويتبكي وتقول إنما أنا امرأة ضعيفة فأخذوا بها وبقروا بقنها وأخرجوا جنينها وقتلوه أماما وقتلوه انظروا إلى الأفعال العظيمة التي فعلوها في ذلك الزمان فإذا رأيتم هذا في هذا الزمان فقد فعل ذلك أسيادهم من قبل وشيوخهم من قبل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهل هناك أكرم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا والله من بشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنة وهم يسيرون على وجه الأرض هل هناك أكرم منهم وهل هناك أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منهم لا والله فلذلك أحبة الكرام يجب علينا نحن وكل من أوتي من علم أن يبين للناس ضلال هذه الفئة الضالة ويحذر الشباب منهم ومن سوء طريقتهم وفعلهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بهلالهم وأن يريح الأمة منهم إنه سميع قريب مجيب الدعاء فقد فرقوا الأمة والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين